اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين في فيديو جديد وتوقعات مهمة وخطيرة قالت علي العبداللطيف في احدى فيديوهاتي على قناتها على اليوتيوب وان شاء الله هنعرف تلك التوقعات ولكن قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم المزيد من الاخبار والتوقعات ولو عجبكم الفيديو او محتوى القناة بتاعنا متنسوش دعمنا باللايك والشير لان ده بيفرق معانا كتير جدا طيب ايه التوقعات اللي قالت علي العبداللطيف ومهمة جدا قالت ان الجيش اللبناني والشعب اللبناني لداعش بالمرسود رجع تاني داعش يكون ليه اثر حتى لو بسيط فدلوقتي الدولة العربية بتعمل على انها تنهي جدوره علشان نخرز بقى من الهم ده خصوصا في سوريا وفي العراق وعلى حسب التوقع كمان في لبنان قالت بقى بالنسبة لليبيا سنرى تسويات فيها ولن تظل هكذا ابدا يعني مش هتفضل كده على طول واعلم ان ليبيا طولت ولكن فيه تغيير للاحسن وللشعب الليبي اللي في الخارج هيرجع تاني لليبيا واستثمر فيها ويرجعوا بفلوسهم ويرجعوا لارضهم اما قصة اليمن هتكون محلولة ان شاء الله البحر بعزرة البحرين بنشوفها للاحسن البحرين بنشوفها للاحسن والخليج عمتا وهنشوفه فيما بعد بيفتح كله على بعضه والسياحة واحدة زي اوروبا في الامارات فيها تطورات كبيرة للاحسن في كل شيء في الكويت في تغييرات كبيرة في الحكومة والمجلس النيابي وحاكم الكويت بيكشف ملفات فساد كبيرة وهيشيله من جدوره والكويت هتنضف ده بالزبط اللي قالته التعبير اللي قالته رائل عبداللطيف عودة المظاهرات والفوضى في لبنان واسماء سياسية بعيدة عن الحكومة وخارج الحكومة وخارج لبنان ولا نعد نسمع باسمهم تاني خصوصا الاسماء دي هتكون من الصف الاول بنشوف فيه مشاكل في تركيا وبعد الانقلابات السياسية والتمرد على الرئيس اردوغان وغضب بالشرع التركي وبعد الحاجات بتنجح في مسعها ولكن طبعا هي دايما بتقول لن ينالوا من اردوغان او من امن اردوغان او من تركيا بيصير فيه صدام كبير بالبحر بين تركيا واليونان وبعدها هتروق الامور اسماء سياسية وغير سياسية سيتم اختيالها في العالم العربي او الاجنبي نوع من الحشرات المؤذية بتهاجم عدة دول بالعالم وامريكا وحالة من الخوف بين الناس وبأكد على كلامي هيتقطع النت في معظم دول العالم لحدث مؤسف وممكن مش في كل العالم ولكن معظمه ايضا انظار العالم كله على الامر لحدث مؤسف خلال السنوات القادمة ومش قصة خصوف او كسوف الحاجة هتكون اكبر من كده فيه هبوط في البورصات العالمية وحالة من الهلع والدهب الوحيد لو نزل هيرجع يرتفع دايما بتقول عايزين تستثمره استثمره في الدهب وفيه العقارات بتقول كمان هيبقى للسرطان ممكن لقاح او حاجة زي كده بتخفف منه وهينتهي مرض السرطان كلية في العالم بإذن الله وهيكون علاجه اهيا من حبة الاسبرين وهينتهي مرض السرطان خلال سنتين من زهور العلاج او قبل ويختفي من العالم ان شاء الله ويكون له لقاح كمان علشان اللي عنده استعداد لهذا المرض اللعين يبقى ليه لقاح او حاجة كده معينة تحمل جسم من هو يتكون وبتقول كمان للرئيس بوتن الحذر ثم الحذر ثم الحذر لحدث مؤسف او لحدث ما سنرى سقوط الاتحاد الاوروبي في السنوات القادمة وسنرى موت رؤساء وحكام وسقوط بعض الدول وايضا سقوط انظمتهم ممكن عربيا وعسكريا واجنبيا ممكن عربيا واجنبيا زي ما انتو شايفين اديوكو شفت اللي حصل في افريكيا انقلبوا على الرئيس وشالو خالز في النيجر المواقع الايرانية بالعراق ستتعرض لحوادث مؤلمة ومؤسفة ايضا قالت فيه تغييرات في الحكومة السورية وشخصيات كبيرة خارج الحكومة والرئيس بشار الاسد بيعمل تغييرات كبيرة في قلب الحكومة لصالح سوريا ولصالح السوريين تسوية قادمة لها محالة حتى لو بالقوة العسكرية في عدة دول العربية اللي فيها حروب وخصوصا في العراق وسوريا وبلبنان علشان ينهو بقى الملف ده العالم سينهار اقتصاديا وخصوصا في امريكا وفي اوروبا وقالت برضو رجعت تتكلم شوية على الدول زي لبنان قالت ان الدولار في لبنان في وضع الاحتزاز خلال المرحلة الراهنة وسوف يواصل عمليات الهبوط والارتفاع لفترة معينة ولكن مهما انقفض في سعر الصرف من خلال السوق الصودة ارى الدولار بيواجه ارتفاع وقفزة عالية جدا وذلك خلال المراحل القادمة وان شاء الله امتى بقى سيحين موعد الانفراجات والحلول المالية الاقتصادية ده فيما بعد لكن مش دلوقت قالت هنشوف ان شاء الله سوق الصودة بتختفي تماما عن الوجهة وعن التداول وهتم تثبيت سعر الصرف بشكل نهائي ومعتدل ولكن مش دلوقت لسه الموضوع محتاج شوية وقت قالت كمان وبتأكد حاكتين في العالم حتى لو نزر سعرهم هيرتفع تاني وبقول لكم على الكلام ده هم الدهب والعقارات بالنسبة الكهرباء وازمات المحروقات ان كانت في سوريا وفي لبنان هيشهدوا انفراجات مفاجأة وغير متوقعة وخلال مراحل اللي جاية شايفة مساهمة لكذا دولة كبيرة وفاعلة في هذا الانفراج القادم وخصوصا على صعيد مادة الفيول والمزوت وقالت كمان عن مثل شايفة المصر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون بخطوات ايجابية ويتخذ قرارات مهمة سوف تعمل هذه الخطوات والقرارات على تحسين الوضع الاقتصادي وشايفة كمان اصدار قرار عفو عام عن بعض السجناء والشباب وكبار السن في السجون المصري وده بالفعل تحقق في 36 اللي فات سيتخذ رئيس المصري خطوات مهمة لتعزيز الاقتصاد عن طريق انعاش القطاع الزراعي وازمة السكن وسوف يكون بتوزيع اراضي الصلحة للزراع الشباب المصري والفلاحين بصورة خاصة لإعطائهم فرصة الاستثمار والعمل ليعم الخير على الجميع وشايفة بناء مجمعات سكنية ضخمة لحل مشكلة ازمة السكن في مصر ليستطيع كل مصري او مواطنة مصرية امتلاك منزله الخاص وشايفة في عهد الرئيس السيسي انه هيقود المصريين لعصر الازدهار والاستقرار بحكمة الرئيس وسوف تستعيد مصر عزها ودورها الرائد في العالم بالنسبة لليبيا رجعت تتكلم وتقول سنشهد وبتأكد ظهور مفاجئ لسيف الاسلام القذافي على احد مواقع التواصل الاجتماعي بيخاطب الشعب الليبي تحضيرا لمراحل قادمة وسوف يكون هذا الخطاب لتأثير كبير على الاحداث اللي جاية على ليبيا وعلى الشعب الليبي بشكل خاص وشايفة ان سيف الاسلام مش هيكون وحده خلال المرحلة اللي جاية نشوف معاه رجال العهد الماضي الشرفاء مع رؤساء اغلبية العشائر والقبائل الليبيا والمرحلة اللي جاية هي مرحلة سيف الاسلام اللي هيقود ليبيا الى تغيير كبير والمستقبل الامن والمزدهر بعيدا عن القتال والسلاح والحروب وقرى سيف الاسلام هو من يقود ويحكم ليبيا لبر الامان وقالت برضو حاجة مهمة جدا المكان شوه اللي هيمسك المرحلة لكنها شايفها هيحكم ليبيا فترة من الفترات يعني مش لازم ان يكون هو اللي هيجي في الانتخابات القادمة ممكن هو او ممكن فيما بعد لكنها شايفها انه بيقود ليبيا بطريقة ما بالنسبة لامريكا اولاد المتحدة الامريكية قالت لال عبداللطيف شايفة تنجيس للاعلام في الولايات المتحدة حيث للأسف الشديد بتتعرض احدى الولايات الكبيرة والمشهورة قد تفوق قوته السبعة رختر وما فوق المأساة تكون في عدد الضحايا الكبير من الناس مما يجعل امريكا في حالة زهول وحداد وتنكيس للاعلام الامريكية وسوف تتأثر ولاية امريكية تانية بهذا الزلزال وتتعرض برضو الكرسى مخيفة وتصبح ولاية منكوبة سنشهد او سنشهد ان في بعض الولايات في امريكا بيتحدوا مع بعض ويقوموا باغاسة الولاياتين دول مش بس كده في مساعداتها تيجي لامريكا من بعض دول اوروبا وكمان دول عربية بتشهد بعض دول اوروبا للأسف الشديد احداث دموية مؤسفة وذلك بسبب موجة جديدة من الارهاب ومرة جديدة لن يكون الخطر بعيدا عن الاماكن التجارية اللي هي المولايات والكلام ده ومحطات الكطار وبعض المراكز والنوادي الليلية في اوروبا وخصوصا في فرنسا وبريطانيا والمانيا وبلجيكا وينتقل ايضا الارهاب لأفريقيا وهنشوف خلال المراحل اللي جاية اجراءات مشددة وغير مسبوقة في بعض مرافق مدن اوروبية عديدة عشان تحمي نفسها من العمليات الارهابية القادمة وسنجد دول اربية سوري دول اوروبية بتتفق مع بعضها وجيش واحد لمحاربة الارهاب وفيه تلات رؤساء عرب اصبحوا اليوم في زمة الله سوف نشاهد لهم رموزا او مجسمات بتمثلهم في بلدهم وهؤلاء الرؤساء هم الرئيس العراقي صدام حسين الرئيس الليبي الراحل معمر قزافي والرئيس المصري الراحل حسني مبارك مش ضروري بكرة او يوم ما حاجة زي كده هتحصل في يوم ما خبر صادم بينتشر في حفل الزفاف شخصية بارزة ومشهورة واذا الخبر سوف يحول اخبار الفرح لاخبار حزن وعزة وقالت كمان على مشارف العام القادم سنشهد ازمة عالمية قادمة وعدد كبير من الدول اللي تأثر بها بشكل غير مزبوء اجواء قلق ورعب بتعيش فيها بعض الدول الاوروبية لفترة وده بسبب احداث حاصلة خلال المراحل اللي جاية زلزال بيدرب دولة عربية بتتأثر بقوة بعض الدول العربية الاخرى واللي هيحس بهذه الهزات شعب سوريا الاردن لبنان ولا لأ ربنا يستطل طبعا على اخواتنا وحبايبنا في كل مكان فخامت الرئيس ميشيل عون قالت عنه برغم ان هو خلاص اعتزل من الرئاسة وما بخلاص مفروض دوره انتهى قالت لا هيعمل كمان قرار يفاجئ الجميع وقالت كمان شايفة ظوارك الامن اللبناني بتجوب الشواطئ والبحر وذلك لحدث مؤسف بتشهده المياه اللبنانية وستشهد المرحلة المقبلة تقارب ديبلوماسي عالني بين امريكا وسوريا مما يجعل الصحة السياسية اللبنانية مع بعض القيادات البارزة الى تبديل مواقفهم من الازمة السورية ومن الرئيس بشار الاسد بشكل ايجابي وده بالفعل تحقق ولكن هنشوف كمان تحركات اكبر واكتر من لبنان تجاه سوريا ان لسه رد الوقت برقم من الدنيا بدأت تمشي ما بينهم بس حاسة فيه بردو حاجة كده لسه ما تشالتش نتمنى ان العرب كلهم يحبوا بعض يبقاش فيه مشاكل ما بينهم وبين بعض خصوصا احنا كلنا اخوات وصلنا واحدة يعني يعني اللي مدايقني ان احنا بنتنازع نزاعات طائفية نزاعات قبائلية ايا كان كلنا في الاخر لو قبل الحدود وقبل كل الكلام ده كنا بلاد ما فيهاش حدود سايبة على بعض والناس عايشة مع بعض والدنيا كانت كويس ايا ما فيش غير الاستعمار اللي لما دخل بيوتنا ودخل ده ودولنا هو اللي فرقنا عن بعض وده بقت قبيلة كزا وده فئة كزا وده مذهب كزا وده مش عارف ايه طول ما احنا ماشيين ولا الحاجات دي عمرنا ما هنتعادل ابدا شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد من قناة مساء الاخبار كان معكم اختكم مريم